لكن فيما يتعلق بالمجتمع أنا أجدد الطلب أنا نفسي وأنا واثق إنه ده هيحصل طلبتو ألا ما طلبتش المنافذ منافذ التموين ودي أنا أتكلم عليها في فقراتنا النهاردة منافذ التموين منافذ قوات المسلحة منافذ الداخلية كلنا واحد أهلا رمضان زودوا البضاعة فيها على قد ما تقدروا السوق هيتزبط تلقائيا ده كده اقتراح رقم واحد عارفينتوا العنوان محطة على اليوتيوب ده اقتراحات يوسف الحسيني اللي ضبط الأسواق في مصر زودوا البضاعة في المنافذ التاجر الجشع هيتعلم الأدب وهيتزبط زي الألف كده تلقائيا بزي الألف كده بضاعة كتير في المنافذ دي منافذ قوات مسلحة داخلية كلنا واحد أهلا رمضان التموين والله ما هتلاقي تاجر قادر يغلي حاجة ليه؟ بضاعة هيشربها يبقى ياكلها هو فلازم يبيع أدي واحد الاقتراحة التاني شركة شركة للنقل والتوزيع لو واحدة بنتكلم على النقل الداجيني مثلا كل أو كبار جدا منتج الدواجن وتخش معهم الدولة شركة مساهمة هنخش الدولة داخلها بنسبة الكبرات بتوع الصناعة بتاعت الدواجن داخلين ببقية النسب في وقت البلاءات ممكن تطرح وتبقى موجودة في البورصة تبقى أسم وديها تبقى كسبانة كسبانة لما يتعمل عليها تتابع تلقى بسر نار مهم يعني دي اللي هتوصل الدواجن شركة بأسطول عملاق هل نشتغل على الدواجن بس؟ طبعا أنا في عندي دائما مشكلة إنه كل من هم وسطاء ما بين المنتج والمستهلك للأسف الشديد بيطلعوا عنينا اقفل بقى القصة دي شركات كبيرة هي اللي تشيل الليلة كده بقى في السلع التمونية كده بقى في الرز كده كده في الزيت لكن من واحد للتاني للتالت للرابع للخامس لحد متوصل للمستهلك المستهلك يطلع عينه في واحد يقول لك ايه يا عم خليها كلها ترزق حبيبي كله يرزق على العين وعلى الرأس نتمنى لكن للأسف في ناس مش بتاعت كله يرزق في ناس بتاعت يلا دا كلها والعة لا اللي اقتراحين دول اولهم غرقوا الاسواق بتاعتنا في منافذنا اللي احنا عارفين انها بتاعتنا وفي ادينا اللي هي بتاعت المواطن يعني قوات مسلحة ودخلية واهلا رمضان وكلنا واحد والتموين غرقوها لنا بضاعة السوق هيتعيدل على القبلة الأجهزة الرقابية يا جماعة شددوا الرقابة شددوا الرقابة شددوا الرقابة علشان الفلوس اللي بتيجي نستخدمها لنستخدم الأمثل بعد جايلنا فلوس حاصل حكمة مدير الصندوق النقد الدولي السيدة كريستينينا جورجييفا قالت انه تم حل القضايا الاساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر نتوقع اتفاقا في غضون أسابيع معناه ايه الكلام ده يا جماعة ما خلي بالك انه صفقة زى صفقة او بالأدق اتفاق استثماري ضخم زى اتفاق راس الحكمة بيطمن الشركاء بتوعنا زى الصندوق بيطمن البنك الدولي على سبيل المثال الناس كده بتطمن لانه بيشوف ايه يقولك يعني مثلا مثلا هو اكيد اكيد كان من ضمن الحاجات اللي مطروحة على مائدة النقاش والتفاوض ما بين الصندوق والمفاوض المصري ايه هيا يا جماعة وسعر الدولار هيبقى عامل ازاي ولو تفتكر كان فيه تصريح سابق الكريستالينا جورجييفا قالت ايه قالت يا جماعة مصر مش محتاجة تعويم ولا نطالبها بذلك لكن قد تكون في احتياج لسعر صرف مارين طيب لما بقى في عندي الحمد لله والشكر لله الفلوس دي يبقى ايه يبقى انا كده فرصتي اكبر ثقة المؤسسات الدولية فيه اعلى معدل الطمأنين اعلى لان انا كده ائتماني تمام الثقة فيه انا في التمام فلما ييجي بقى ان شاء الله الفلوس بتاعت السندوق ومعانا ومعانا حاجات هو النهاردة دكتور مصطفى مبولي كان عنده اجتماع على منقشة العروض المقدمة لشراء الشركة الوطنية على سبيل المثال بس لنيان